اشتركوا في القناة والتي تعد منعطفا حاسما ومحطة مشرقة في مسلسل الكفاح الوطني الذي خده الشعب المغربي بقيادة العرش العالي والمجيد من أجل الحرية والاستقلال وفاد الإطار تأت القنصلية العامة بالمملكة المغربية بكولومب تخليد هذه المناسبة الغالية بتنسيق مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة كولومب طبعا وبدعم من البنك الشعبي الشعبي بانك غادي نقوله تخليد هذه ذكرتها جميعا من أجل التعريف للجيد الساعد من أبناء جاليتنا وخاصة تابعة لنفوذها بهذه المناسبة التاريخية المجيدة وبأهميتها البالغة في نفوس جميع المغاربة نحن قررنا باش يكون الاتجاه دينا نحو الأبناء دينا صغار كنا هاد الفئة من التلاميذ هم اللي كيحتاجوا كتر بالتعريف بهذه وفي هذه المناسبة قررنا كذلك باش نصرده تاريخ المغرب منذ صدور الظاهر البرباري سنة 1930 الذي أعقبته سلسلة من المواجهات والمعارك دي تدخل الاستعمار من طرف قادة الحركة الوطنية المغربية إلى 11 يناير سنة 1944 التي قدمت فيه وثقة المطالبة بالاستقلال حيث تلاحم الشعب المغربي والعرش العلوي وشعبي حتى تم الحصول على الاستقلال وبفضل هذه الملحمة البطولية المجيدة تحقق أمل الأمة المغربية قاطبة في عودة بطال التحرير ورمز المقاومة اللي هو جلالة المغفور إلى محمد الخامس حاملا معه لواء الحرية والاستقلال ومعلنا عن انتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر من أجل بناء مغرب جديد حر ومستقبل أفضل وفي هذا الإطار وسيرا على هذا النهج خاد الملك المحيد جلالة المغفور إلى الحسن الثاني معركة استكمال وحدة ترابية بحيث أنه جرى في عهده استرجاع سيدي إفني سنة 1969 واسترجاع الأكاليم الجنوبية للمملكة سنة 1975 بفضل المسيرة الخضرة كيفما كتعرفوا كمني المظفرة والتي تعتبر حدثا وطنيا عظيما حيث ارتفع العالم الوطني في سماء العيون في يوم 28 فبراير 1976 وجرى تعزيز تكمل وحدة ترابية باسترجاع إقليم والدهب كذلك في يوم 14 غشت 1979 وكيفما كتشوفوا الآن فالمغرب كيواصل مسيرة الملاحم الكبرى وكيعيش عهد جديد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصر والله الذي يسير بشعبه نحو مدارش تقدم الحادثة ومواصلا مسيرة الجهات الأكبر وتتبيت وصيانة الوحدة الترابية وتحسين الانتقال الديمقراطي والإسراع به قدما إلى الأمام وكذلك ترصيخ مبادئ المواطنة الملتزمة وتحقيق نهضة شاملة على صعيد كافة الميادين والمجالات وهذا الشيء يساعد على بناء هذه الأسس اللي بنت الاقتصاد العصري منتج ومنتضامن وتنافسي مع الدول الأخرى والدول المجاورة الإفريقية والأوروبية وجميع القارات هذا تعزيز مكانة المغرب كقطب الجهوي وفاعل دولي وإدكاء إشعاه الحضاري كبلد للسلام والقيم الإنسانية المطلع والله معروف عن جميع الدول تميز بها المغرب حقيقة وفي هاد المناسبة باش ما نطول شا لكم في هاد المناسبة اللي كتزامن مع رأس السنة الأمازيغية حتش شفت هنا رئيس جمعية الأبائته واحتفل بهاد الدكرى سنة الأمازيغية 1968 كان هني الشعب المغربي بهاد السنة الجديدة وكان كلهم أسكاز أمغاز أمبركي أسكاز إغدان اشتركوا في القناة